استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك أهل خليفان نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر الإقضابية الوفدة الأمريكية الإسرائيلية المشترك برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومستشار الأمن القوم الإسرائيلي مير بن شبات والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم إلى المملكة وفي معرضي ترحيبه بالوفد المشترك قال سموه أن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يؤكد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وبما يضمن تعزيز وإنجاح الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ونوها سموه بأن مملكة البحرين بلد التسامح والتعايش والانفتاح على الأديان والثقافات تنظر إلى عملية السلام كخطوة هامة تؤسس لعلاقات أوسع لصالح دول وشعوب المنطقة وقال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إنه في ضوء التجارب التاريخية فإن التعاون البناء والمثمر هو السبيل الفاعل لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة على كافة المستويات والأصعدة من جانبهما عبر كل من السيدين ستيفن منوتشين ومئير بن شبات عن امتنانهما لما قوبل به والوفد المرافق من حسن الاستقبال معبرين عن تمنياتهما بنجاح الزيارة حضر الاستقبال سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية اشتركوا في القناة